فيه اجندة في الفيلم ده لو انت عاوز تبصيلها من الزاوية دي هتلاقي بس اصلها مش كل حاجة كده يعني مش كل ما حد يحط شخصية مثلية تبقى اجندة مش كل ما حد يحط شخصية سياسية تبقى اجندة مش كل ما حد يدي دور قوي الانثى تبقى اجندة هو فضل ايه في السينما مش اجندة هندي تكريم لشخصية من الافريقين الامريكيين تبقى اجندة عربي يبقى اجندة فرنساوي تبقى هج فرنساوي تبقى عجندة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة ومنقشة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو تيك تيك بوم تيك تيك بوم هو الفيلم الجديد بتاع ناتفلكس وهو تجربة درامية غنائية استعراضية سينمائية مسرحية اتكلمنا عنها بشكل مطول في البث بتاعنا على نيم والنهاردة انا جايب لكم ملخص المناقشة اللي حصلت في البث بتاعنا زائد الجزء الخاص بالتقييم لان حتى الجزء الخاص بالمقدمة اللي انا بحكي فيه احداث الفيلم مش هيحصل في الحلقة دي وده لان جو المناقشة حكينا احداث الفيلم بشكل افضل حكيناها مرتين الحقيقة مرة بدون حرق ومرة بحرية حرق وده تنبيه لان في اخر المناقشة بتاعتنا حيكون فيه فاصل بعده حنتكلم عن بعض التفاصيل المهمة بحرية حرق ويلا بينا كده نشوف المناقشة تقال فيها ايه ايه قصة الفيلم للناس اللي ما شافتوش جونتان لارسن في مطلع التسعينات كان مؤلف مسرحي وكاتب مسرحي ومخرج مسرحي انا بعرفش اميز منهم بالزبط يعني وده شخصية حقيقية وهو في عمر ستة وتلاتين سنة كتب مسرحية اسمها رنت يعني انا حنقلك الموضوع من منظور اللي انت المفروض تكون عارفه لو انت عايش في امريكا ألف مسرحية اسمها رنت رنت دي من اعظم العمالة المسرحية في تاريخ امريكا وفي تاريخ برودوي قعدت تتعرض 12 سنة وغيرت مفهوم المسرح الامريكي للأبد المشكلة ان قبل ما رنت دي تتعرض عرضها الاول اوف برودوي اللي هو برا برودوي لسه ما وصلتش كمان للموضوع ده بيوم جونتان لارسن ده مات فالفيلم ده بيجيبك بقى قبل المسرحية دي بشوية وبيوريلك طريقه وحياته كان شكلها عاملة ازاي الازمة في الفيلم ده التقديم بتاعه صعب لان الناراتف بتاعه اسلوب السرد بتاعه من المبدع ومن المؤثر جدا على المستوى العاطفي انك تكتشفه لوحدك في نهاية الفيلم قسم مهم من احداثه اللي بنرجع له كل شوية بيدور في مكان وفي ظروف اللي بيتفرج ما يعرفش هي ايه في مرحلة من المراحل بيبتدي يصرف عن دماغه انه يفكر هي ايه وبيتفرج عادي لغاية لما في الاخر بيكتشف ان الظرف والمكان ده وطبيعة الاحداث دي طبيعة المشاهد دي ليها اهمية ولها معنى جامد قوي 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 ده ما بديكتشفوش غير في نهاية الفيلم فانا حتكلم عنه لما نيجي نتكلم عن الحرب مش حتكلم عنه دلوقتي بس دي من المميزات التقيلة قوي بتاعت الفيلم اسلوب السرد بتاعه طريقة ترتيب المشاهد بتاعته من ارواع ما يوم الاغاني الاغلبياتها مجدبتنيش خالص واغلبية الرجل الاحداث بتدور عنه اللي هو جونتان لارسن ده هو كان وفي لعدد كبير من الانماط الموسيقية في تأليف المسرحيات بس الاغاني بتاعت الفيلم ما وزنتش العدالة دي كان فيها تفاوض كبير او ميالة اكتر للشكل المسرحي الكلاسيكي بتاع مخرج الفيلم لين مانيوال لاميراندا نفسه فمش قادر اقول ان الاغاني وحشة او انها معجبتنيش او حاجة بالطريقة دي بس مش وافية للتنوع الموسيقي اللي موجود في زوق الشخصية اللي احنا بنتكلم عليها ومفيش حاجة منها علمت معي يمكن بس لانها مؤثرة قوية معونتش معونتش عارف احب فيلم غنائي بعد لالا لاند خالص ده مش شابه لالا لاند ده منتمي اكتر للشكل المسرحي لان الفيلم كله على بعضه هو جواب حب لكل الناس اللي بتأسبير او بتطمح لانها تحقق نجاح في برودوي من خلال انتاج المسرحيات والكلام ده كله والفيلم مليان ملغم حاجات من دي احنا نفسنا كمشاهدين ما عندناش علاقة كبيرة اوي بالمسرح الامريكي ومسرح برودوي من القطهاش منها ان عدد كبير اوي من الممثلين المسرحيين التقال اوي في امريكا والمؤلفين المسرحيين التقال اوي والمخرجين المسرحيين التقال اوي ظهروا في الفيلم بشكل عابر بشخصيات مساندة يمكن لقطنا منهم الشوية اللي احنا عارفينهم من هاملتن ولقطنا لين مانيوال ميراندا اللي كان طالع بدور طباخ موجود في الفيلم فهي العملية كلها زي ما بيقوله هو خطاب حب لأسلوب ونمط الحياة ده وبيكرمو الشخصية اللي احنا بنتكلم عليه عشان كده مش هتلاقي تماثل جامد مع لا لا لاند لا لا لاند البصلة الدرامية بتاعته كانت هي الاهم العلاقة الرومانسية بالامور دي كلها والاغاني كان بتخدمها هنا مش ده المهم اه طبعا في حواديد صداقة وفي حواديد عاطفية وفي حواديد نجاح وفشل وامور من دي ولكن الاساس بتاع الموضوع انه هو يديلك نظرة في كواليس حياة مؤلف مصرحي او مخرج مصرحي او مبدع مصرحي بيحاول يشق طريق تتوقع اني اوسكر نومنيشنز اه المنطقي يعني الاوسكر بتاع الساوند الاوسكر بتاع الاساس اكيد الاوسكر بتاع الاغاني اعتقد الفيلم ده هتطلع منه اغنية الاوسكر اللي هتكسب اصلا اخراج لان امريكا بتحب لين مانيوال ميراندا سيناريو مقتبس ربما لان اسلوب السرد عبقري واندرو جارفيلد بكل تأكيد تهيقل الترشيح بتاعه شبه مضمون الحاجة الوحيدة اللي ممكن توقف في طريقه هو نتفلكس الاقاع وتطور في الاحداث ما حسيتش انه بطيق شوية لا حسيت انه غامض شوية في البداية لان انا ما كنتش عارف افك اللغز اللي قلتلك عليه بتاع هو احنا المكان اللي احنا بنروحه ده فين حيط اللي هم قفين بيغنوا فيها دي ممكن اقولها لان احنا كلنا هنشوفها مبداية الفيلم دي ايه احنا هنا فين خصوصا كمان لو انت ما تعرفش الشخصية وانا ما كنتش عارف الشخصية انا تعرفت عليها من الفيلم وروح تقر عليها بعد ما شفت الفيلم فتعرفت اكتر على التفاصيل والكلام ده كله والمشهد ده او المكان ده او المشاهد دي اكتسبت اهمية اكبر عنه فيه اداء اعجب حضرتك من المماتلين المسندين اه مايكل صاحبه مرعد هو اصلا السماته الشكلية بالبروفايل بتاع شخصيته بطريقة تكسيده غريبة غير معتادة وممكن تاخد فترة في الاول عشان تتعود عليها بس بعد ما تاريخه ومستقبله وطبيعته بتترسخ عندك بتبتدي تقدر ان الراجل ده فعلا زي ما تكون زي ما تكون في متحف كده كل اللوحات اللي فيه شكلها حلو بس فيه واحدة واخد عينك وانت مش عارف ليه فيه لوحة فيهم انا مش عارف اللوحة دي مختلف عن الباقي ليه وهي حلوة قوي وجميلة قوي بس مش قادر ألمس هو ليه مختلف هو ليه مش شبه الباقيين انا في رأيي هو افضل دور في الفيلم كله هل من أجمل أفلام السنة آه بس فيه العائق بتاع الأفلام الغنائية وفيه العائق بتاع الاستيعاب المسرحي دعائق كان موجود عندي أنا شخصيا انا مش بقول يعني مش بفرد نفسي واقول لناك مني متابعة قوي وبتفرج قوي فما عنديش مشكلة لا دي كانت مشكلة عندي انك تاخد على الشكل البرودوي هاوي في الأعمال المسرحية الأعمال المسرحية كوم والأعمال المسرحية بتاعت برودوي كوم تاني الأعمال المسرحية كوم الأعمال المسرحية الغنائية كوم الأعمال المسرحية الغنائية الأمريكية كوم الأعمال المسرحية الغنائية الأمريكية بتاعت برودوي كوم فتخيل بقى أنت جايجي فكرتك عن المسرح وهو المسرح العربي بتاعنا اللي هو أصلا الأعمال الغنائية فيه اختفت بقالها فترة طويلة قوي فعشان تستوعب ده وتبتدي تأقلم مخك على أنت بتتفرج عليه هيخد منك شوية وقت هيخد منك شوية مجهود هياخد منك شوية التعب عشان تبتدي تقدره واللي ما بيساندش في ده كمان زي ما بقولك انه أسلوب السرد مش عادي أسلوب السرد فيه أجزاء غمضة فيه حاجات مش هترف تفهمها بسهولة ويضيف لده كمان نحن نكلم عن شخصية كتير من اللي بيميزها أمريكا عارفها بالفعل احنا ما نعرفش عنه حاجة فدي عوائق كتير بس لو قدرت تتخطاها بسرعة هتستمتع جدا بالفالم هو كل تأكيد من أفضل الفيلم تسلسل هيك متوقع قوي لأي حد قاري أو عارف أي حاجة عن لارسن هو مش مكان ما كانش مطلوب إنه هو يبقى مخفي أنت متتفرجش على تريلر أنت متتفرجش على فيلم إثارة متتفرجش على فيلم غموض مفهوم جدا إن الناس كلها عارفة إيه اللي حصل مش هيدي القضاء ومع ذلك لعب عليهم لعبة في أسلوب السرد مش كل الناس كانت عارفة اللي احنا بنتفرج عليه ده إيه في رأيي الفيلم هو رسالة حب الكل مبدع والتضحيات اللي بيقدمها زي مثلا العزال والخوف الدائم صح جدا معاك تماما طيب أندرو كويس في الدور ولا تشوف ممثل تاني أحسن مقدرش أقول كلمة ممثل تاني أحسن داية بس هقول لك حاجة وأنا بتفرج ما كنتش حاسس بارتياح تام مع سمات الغرابة اللي هو بيعبر عنها ولما قريت شوي عن الشخصية حسيت إن البروفايل بتاعها ما تمش تكريمه على الشكل الأمثل من خلال أندرو جارفيلد دا مش تعييب على أداءه التمثيلي يمكن تعييب على بعض القرارات اللي هو اتخذها في طريقة النقل مش غلط إن انت تكسي الشخصية بلحمك ودمك بس لحمك ودمك مش راكب قوي على الشخصية لأن احنا عارفين الشخصية السينمائية أو طبيعة التكسيد أو المدرسة أو الشكلة أو الطعم المضاقي يعني بتاع أداء أندرو جارفيلد بشكل عام ففي تفاوض والإضافة للتفاوض دا كمان إن أنا لما بتريت أشوف صور الشخصية الحقيقية وأقرأ عنه شوية لا حسيت حسيت بجاب بس المجهود الحركي اللي هو ايم بي المجهود الغنائي اللي هو ايم بي المجهود الانفعالي اللي هو ايم بي يسد الفجوة داية ويطبعها ويسفلتها ويخليك وإنت تتفرج ما عندكش مشكلة خالص بس أنا في البداية كانت من الحاجات اللي معصلها جماعي بس ما قدرش أقولك أني حسس أني كان في حد تاني ممكن يبقى أحسن ده فيلم البلايش يا جماعة على نتفلكس أحيان توقع لو راين جوزلنج ممكن يكون أحسن راين جوزلنج في الأداء الحركي والغنائي طلعت عليه تعيبات كتير قوي في لالالاند حاجات إحنا شخصيا ملاحظناهاش وماخدناش بالنا منها بس الناس بتوع الصناعة دول دول تسمع منهم وتتعلم فلما يقولك أن راين جوزلنج غنائه ما كانش أحسن حاجة يبقى أنت اللي مكنش واخد بالك مش هما اللي مش واخدين بالهم إن هو يقولك وهو بيرقص كان بيبص على أماكن الكيوز وكان باين قوي إن هو بيعمل كده إحنا ما خدناش بالنا لأن إحنا مش متزوقين قوي الفن الرأس فالأمور اللي زي دي من شعيب أبدا مهما كانت مكانتك ومهما كانت معلوماتك إنك تتعلم والعلام اللي إحنا قرناه عن تيك تيك بوم وعن لالالاند بتؤكد إن أندرو جارفيلد أجاد الأمور دي بشكل أفضل إيه هي أغنيتك المفضلة في السنس come to your senses come to your senses تقدر تعتبرها في الأحداث بتاعت الفيلم نقطة فاصلة للناس اللي شافت الفيلم لأ مش هحرم مش هقول المشهد لنا قصدي عليه بس أنتم ممكن تتوقعوا يعني اللي هو قبل come to your senses على طول الفيلم عارفين كده الأسعار بتاعت العيبة بتاعت الفيفا لما تيجي في حاجة معينة وفجأة تلاقيها نقطة قلبة الدنيا أهي كده فيلم ده كان كويس 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 come to your senses حصلت بقى حاجة تانية خالص في رأيي أول أغنية كانت الأفضل وبتلخص معاناته في أغانية تانية كانت موجودة بأصد المرح كانت حلوة جدا زي الأغنية بتاعت الشفاكر اسمها بس الهي بتبين الفرق في حياته وحياة مايكل بعد ما انتقل للمكان التاني ودي بتسد فجوات درامية بالهبل ودي من عبقريات الفيلم على فكرة فكرة أنه هو يدي لك حاجة موجودة في الارث الحقيقي بتاعت جونتين لارسن يوظفها دراميا جوه الفيلم يعمل من خلالها تقديم لحاجات كتيرة مش محتاجة يتكلم عنها بعد كده يعني انت عرفت الظروف بتاعت الحياة بتاعته كلها من أغنيتين أغنيات ضافت دراميا مش مجرد فن موازي مش مجرد شيء داعم وفيها إخلاص تام للشخصية حقيقية عملته والغنها مع أصحابه في البرتي كانت حلوة جدا بس كانت في البداية وأنا ما كنتش لسه واخد على الأسلوب بتاع الفيلم اللي هو بيقدمه قوي حس ان الفيلم دا المشاهدة التانية بتاعته هتبقى لها إيماء إضافية سنشوفته مرة واحدة بس فيلم تيك تيك بوم شكل سينمائي مش سهل قوي إن المشاهد يصحبه وأسلوب السرد الفريد بتاعه بيخلي التجربة أصعب شوية كمان بس دي مخطرة وفي نهايتها فيه جوائز ومكافآت كتير لذلك أنا برشح الفيلم بقوة لكل المشاهدين وبنصح أي حد ممكن يفصل منه شوية في البداية إنه يستنى لأن مكونات كلها ممكن تكون في أقصى درجات المتعة تقييمي لفيلم تيك تيك بوم هو 8.5 من 10 فيه شوية نقاط نقصة بسبب دي نطاق المحتوى الاستعراضي بالإضافة لمشكلة كمان في الأحداث هتكلم عنها بحرية حرق بعد الفصل اللي جاي على طول كده إحنا هنحرق ما نحاول حاجة هتحرق الحطة الغمضة في أسلوب السرد اللي أنا بتكلم عليها هو إن مع بداية الفيلم أنت بتشوف الشخصية الرئيسية اللي هو جونتان لارسن اللي بيجسده أندرو جارفيلد على مصرح بيقدم مصرحية يعني هو شكل اللي هو بيعمله مصرحية وهي دي اللي بيقدم من خلالها اسم الفيلم اللي هي تيك تيك بوم اللي هو حاسس بحاجة في دماغه بالتك تيك إن هو على وشك إن هو يصل لبوم البوم دي بقى أنت كمشاهد فصرها زي ما أنت عاوز ممكن تكون الفكرة الكبيرة ممكن تكون واقع إن هو توفى في الآخر ممكن حاجة من دي والأحداث تسمح بدا وتسمح بدا وبتدي لمشاهد حرية إن هو ينجيج مع الشكل اللي هو عاوزه من الموضوع ده بس الفكرة إن كنت بتتفرج أنت كل شوية ترجع للمسرح ده اللي هو موجود عليه ومعه مغنيين ومعه عزفين وبيعمله حاجة وإحنا نعرفش دي إيه إن حنا بنرجع لده ليه ده يعتبر إيه المكان ده وبنرجع له كتير قوي وبنقدم بنخلله أشكال فنية كتير قوي الراجل بتاعنا اللي هو جوناثن لارسن في الأساس بيحاول يبيع أو يسوق لمسرحية اسمها سوبربيا لو أنا فكر صح ده السرع بتاعه إن هو فضله فيها أغنية وبيحاول يعمل ووركشوب يبعو فيها المنتجين عشان يشوفوها على أمل إن في حد يلتقطها وينقلها البرودوي وقعدي يكتب فيها سنين طويلة وكلام زي ده وبعدين إحنا عارفين إن نجاحه الأعظم اتحقق في مصرحية ترينت وأحداثنا بتبتدي وهو مقبل على سن التلاتين يعني هو على وشك إن هو يتم تلاتين سنة وده مدايقه إن كل المخرجين عبقرة المصرح حققوا نجاحهم الأول وهو ما أصغر من كده بكتير فهو دوت اللي جايب له المشكلة وحاسس إن عداد عمره بيضيع منه وده اللي خلق له صراع جوه الأحداث وبعد ما أحداث الفيلم بتنتهي بإن المصرحية بتاعته بيتم استقبالها بشكل كويس اللي هي سابيربيا بس ما بتتبعش للأسف وبيفكر إن هو يسيب الشغلانة خالص لغاية لما صحابه والناس اللي حوالي بيدعموه عشان يكمل وإحنا كلنا بنتصور إن الخطوة اللي بعد كده لإن ما عادش فيه وقت أنت واخد بالك إحنا أحداثنا وهو عنده 30 سنة ورنت حصلت وهو عنده 36 سنة وهو كان بيكتب سابيربيا ديت بقاله عشرات السنين فالمنطقي هو إن الخطوة الجاية هي رنت ونجاحه وموته اللي هي نجاح سلاش مأساة وكلام زي ده لغاية لما تكتشف إن هو في النص كان عنده مسرحية تانية والمسرحية دي كان اسمها تيك تيك بوم واللي إحنا كنا بنتفرج عليه المكان الغريب اللي إحنا بنروح له ده كان هو المسرحية جينيس جينيس على مستوى الناراتف جينيس على مستوى الرسالة جينيس على مستوى الدراما جينيس على عدد مرعب من المستويات بس في الأول موربك في الأول وإنت بتتفرج أنت مش فاهم ده إيه مش فاهم الحتة اللي إحنا بنروح له كل شوية ده إيه لغاية لما بتطبع معاها على إنها شيء غير مفهوم وبتتصور إنها حتكمل وهي غير مفهومة للأبد بس بعد كده بيحط لك السياق بيرمي لك التايم لاين كما يجب أن يكون وده بيضيف كتير قوي لإنت الفيلم كان مقصود الإيرباك ده ولا لأ كان مقصود ما هو أنت لو صبرت يعني لو أنت هو أنت بتتفرج كمشاهد استحملت الغموض ده وكملت معاه هتلاقي مكافأة في النهاية بس لو مصبرتش بقى الفيلم بيخسرك وانا حب قوي الأفلام اللي بتاخد مخاطرات بصراح I felt hispain عشان دخل على الثلاثين برضو بس أنا من النوع اللي مصبرتش لا خد بالك من نقطة مهمة دي رسالت الفيلم بقولك الراجل ده وهو عنده تلاتين سنة كان عنده anxiety وكان عنده قلق وكان عنده رعب قاتل لأنه هو بشكل أو بآخر ممكن نتفق إنه هو قتل وفعلا من إنه خلاص حياته بتضيع وما حققش حاجة اللي الفيلم بيقدمه لك انطباع أو وهم إنه آه يعيني هو التلاتين فلتت منه اتنين وتلاتين حقق كل حاجة ده فشل في التلاتين وفشل في التلاتين والتلاتة وتلاتين والالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال فعش المهم انك تفضل تجري وراها طول ما هي بالتاكتك من مشاهد الفيلم العبقرية جدا المكالمة بتاعت الايجنت بتاعه اللي شافوا الفيلم حيعرفوها لان الايجنت بتاعه واخد الشكل بتاع ده واحد بيعافر وبيعاني وعمره ما حينجح وعمره ما حيعمل حاجة ومسقعاله وما بتردش عليه والحاجات دي لغاية لما في مرة بتشفق عليه فبتقوله بعد ما المسرحية بتاعته حلوة خدت خدت بريس جامد قوي كل الناس عجبتها بس ما حدش قال ان هو عاوز ينتجها فالولد بيتقلم وهي اخيرا بتحس بيه فبتكلمه وبتنصح بيقوله طبعا عمل ايه دلوقتي بتقوله واعمل اللي بعدها وحتفشل واعمل اللي بعدها وحتفشل انت عندك تالنت بجد انت عندك امكانيات بجد انت مش مدعي بس محدش في الدنيا يقدر يقولك هيح تنجح امتك نقطة تانية ما عجبتنيش قوي في الفيلم هو ان محاولة نقل ولو انهم ليسوها سيك يعني احاولك هي ازاي حادة وايه هي عملية التلييس اللي جات فيها وانا اقصد لفظ تلييس فكرة انه هو بيجري ورا حلمه في تحقيق نجاح كفنان بينما صاحبه اللي تخلى عن الحلم ده بدري او يوتجه للعمل في الاعلانات بقى غني وعنده عربية وعنده بيت وعنده كل حاجة في الدنيا بيحلم بيه ففكرة انه هو ينقلك ان العملية عملية اختيار انا ممكن اكون فنان واول لما قرر ان انا سيب الحلم بتاع الفن بتاعي حبقى انجح رجل اعمال في الدنيا ده مش حقيقي ما هو اللي هناك ده اخر ستراجل اللي هناك ده اخر معاناة انت ممكن تقعد تعجن فيها وما توصلش الحاجة وإلا كان كل اللي بيشتغلوا في الاعلانات ركبين بيم دابليو وعايشين في فيلل بس هو ليسها ده تليسة انه لما قعد في الفوكس جروب حقيقي كان موهوب يعني هو عنده عنده بروميس في البزنس هو مش هزار في هي تليسة ما طبعتش الدنيا قوي بس ليستها شوية ما خلتهاش ناشفة يعني نايس ديسكشن اتكلمت فيها لوحدي ولكن شارك معايا مارو وشارك معايا شامري وشارك معايا غفران وشارك معايا كريم شارك معايا هادي مش ناس كتير شاركت بس مشاركتكو كانت جميلة مناقشة عبدايا بس مناقشة حالة خليتونا اتكلم بحماس اكتشفت من خلال هذه المناقشة ان الكلام عن السلمة كان وحشني